بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سأوضح سؤال مهم جدا في الامتحانات وهو سؤال نعت الجملة او جملة الناعت ده سؤال بيجي في الامتحانات وناس كتير جدا وطلبة كتير جدا بتغلط فيه مع انه سهل جدا جدا بيجيبوا نعت مفرد انا اقصد نعت جملة او جملة نعت نعت الجملة نوعين نعت جملة اسمية و نعت جملة فعلية نعت جملة اسمية و نعت جملة فعلية نشوف ازاي نعت الجملة الاسمية بيجي اول حاجة هدور على كلمة نكرة اسم 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 نكرة ما فيهوش الف ولام ولا فيه ضمير اسم نكرة وبعده على طول اسمي بس فيه ضمير بيعود عن نكرة طب نفهم بمثال رأيت عصفورا ريشوه جميل فين النكرة هنا؟ طبعا رأيت ده فعل عصفورا نكرة فعلنا ما فيهوش الف ولام ولا فيها ضمير شوفوا بعد نكرة في ايه عصفورا ريشوهو الهيه دي عاية عالمين العصفور عصفور ريشوه جميل تحس ان ده جملة ريشوه جميل ده جملة جديدة يبقى نكرة و اسمه فيه ضمير اسمه نعت جملة اسمية ناكرة واسمه في ضمير ده اسمه ناعة جملة اسمية طب مثال تاني حضر رجل أخلاكوه طيبة حضر ده فعل ورجل من اللي حضر رجل فاعل مرفوع على مترفعه الضمة رجل ناكرة ما فيهش ولا ألف ولام ولا فيه ضمير شوفوا بعد كلمة رجل في ايه رجل أخلاكوه طيبة الهاء عيد على الرجل وأخلاكوه طيبة هو ده ناعة الجملة الايه الاسمية بس هو بيقولك الناعة ده في محل ايه هات ناعة جملة وبين محله الاعرابي نرجع للمسال الاول تاني عايزين نعرف عصفورا رأيت مين اللي رأى اسأل الفعل رأيته انا التالي الفاعل رأيت ايه عصفورا عصفورا مفعول به منصوبه علامة نصب الفتح مفعول به منصوب يبا والجملة الاسمية في محل نصب ناعة والجملة الاسمية في محل نصب ناعة اللي تحتها حضر رجل مين اللي حضر الرجل فاعل مرفوع يبقى والجملة الاسمية في محل رفع نعت والجملة الاسمية في محل رفع نعت نيجي للنعت التاني نعت جملة فعلية وده اكتر حاجة بتيجي في الامتحان اذا كان مرحلة اعدادية مرحلة سنوية في كل المراحل السؤال ده مهم جدا 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 في سنوي عليه درقتين في الاستخراجات ادور على ناكرة برضو لان الجمل بعد الناكرات صفات وبعد المعارف احوال وهنا اخدها في الدرس التاني ناكرة زائد فعل ناكرة وفعل سهلة جدا دور على كلمة ناكرة وبعدها الفعل فعل بيعود على ناكرة دي رأيته برضو رأيته عصفورا يغرد فين ناكرة عصفور اسمه ناكرة بعده ايه على طول فعل عصفور يغرد ناكرة وفعل ناكرة وفعل مش فعل وناكرة ناكرة الاول وفعل فيه ناس بتقولي الفعل وبعدها ناكرة لا ناكرة زائد فعل تسمه نعت جملة فعلية ناكرة هو فعل واحد يقول لي الفعل ده محتاج لفاعل مين اللي يغرد يغرد مين اللي يغرد هو الفعل ده يمستثر تقديره هو والجملة الفعلية احنا قلنا هنا في المثال اللي فات رأيت عصفورا عصفورا تتعرب مفعول به يبقى الجملة الفعلية في محل نصب نعت طب نشوف تحت حضر رجل يبتسم لازم تبقى ناكرة رجل ناكرة وبعدها فعل ناكرة وبعدها فعل يبدأ نعت جملة فعلية والجملة الفعلية في محل رفع نعت والجملة الفعلية في محل رفع نعت ده يعني مثال بسيط للنعت الجملة وتابعوا معنا معظم الدروس اللي هتكلم فيها للسنوية العامة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته